الواحد الرابع الإدارة في منهج الإسلام المحاضرة الأولى مفردات المحاضرة الأولى سنتحدث عن الإدارة في منهج الإسلام كبناء تنظيم في المجتمع الإسلامي يعتمد على المبادئ الأساسية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتهدف إلى تحقيق مصفحة شرعية فالإسلام ينظر إلى أمور الحياة نظرة شمولية بصبته دستورا لحياة الإنسان صالحا لكل زمان ومكان سنتحدث في هذه المحاضرة عن مبادئ السلوك الإداري في منهج الإسلام بالإشارة إلى سبعة مبادئ إدارية المبدأ الأول مبدأ الطاعة المبدأ الثاني مبدأ العدل المبدأ الثالث مبدأ الشورى المبدأ الرابع مبدأ العلاقات الإنسانية المبدأ الخامس مبدأ الوسطية والاعتدال المبدأ السادس مبدأ المسؤولية المبدأ السابع مبدأ القدوة الحسنة كما ستتم الإشارة إلى مشروعية الإدارة في منهج الإسلام بالإشارة إلى هدف الإدارة في منهج الإسلام ووجوب الإدارة في منهج الإسلام والإدارة السوية في منهج الإسلام وإجراءات اختيار القادة في منهج الإسلام وطلب العمل الإداري في منهج الإسلام كما سيتم التطرق إلى خصائص القيادة الإدارية في منهج الإسلام بالإشارة إلى عشر خصائص الخاصية الأولى خاصية القوى والأمانة الخاصية الثانية خاصية التقوى الخاصية الثالثة خاصية الرفق والرحمة الخاصية الرابعة خاصية التعاون الخاصية الخامسة خاصية الصدق الخاصية السادسة الحلم والأناه الخاصية السابعة خاصية التواضع الخاصية الثمانية خاصية الشكر الخاصية التاسعة حفظ اللسان الخاصية العاشرة الجدو والكرم